صار بإمكان ميليشيا الحوثي سداد أول دفعة من رواتب القطاع العام ضمن المديونية المتراكمة عليها للسنة المالية السادسة من نهب موازنة الرواتب وعدم دفعها لمستحقيها وأكد وزير الخارجية الدكتور أحمد عوض بن مبارك تحصيل ميليشيا الحوثي منذ بدء سريان الهدنة وتشغيل ميناء الحديدة على مائة وخمسة مليارات ريال من عوائد الرسوم الجمركية والضريبية العامة لسفن المشتقات النفطية وحتى الحادي والعشرين من يوليو الجاري أفرغت ستة وعشرون سفينة في ميناء الحديدة ما يزيد على سبع مائة طن من المشتقات النفطية فيما سبع سفن أخريات من المقرر إفراغ حمولتها في الأيام القليلة المقبلة وبدخول هذا الأسطول من السفن إلى الميناء بموجب اتفاقية الهدنة وإضافة ما كانت حصلته الميليشيا من عوائد الرسوم العامة بموجب اتفاق ستوكولما السابق يرتفع المبلغ المخصص لحساب رواتب موظفي القطاع الحكومي لأكثر من مئتي مليار ريال يمني ويطالب أكثر من مليون موظف حكومي ميليشيا الحوثي بدفع جزء مما لهم عليها من ديون الرواتب المتراكمة للسنة السادسة وهي أجور قانونية مستحقة لا تسقط بالتقادم بالتزام أكدت دراسة حديثة صدرت يوليو الجاري عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية سحب الحوثيون ما يزيد على ثلاثة لريون ريال من إيرادات المؤسسات العامة والخاصة لثلاث سنوات فقط وفيما لو وردت الميليشيا منهوبات المال العام وعوائد الميناء إلى حساب رواتب الموظفين فتستطيع أن تسدد مديونية متأخرة الأجور لست سنوات مضت من الحرب مع دفع رواتب مقدمة لسنوات قادمة من زمن المستقبل ترجمة نانسي قنقر